في طاقات ترابية عم بتبين طاقات هوائية اكثر شي نارية اسوأ اشي يعني ما وعرف كيف خلص خلينا نحكي بعدين ما شاء الله راح يكون في عندك قلنا كان في عندك مؤامرة بالفترة الماضية وانا شفت يعني بالاشهر الماضية عن جد كان في عندك مؤامرات عم تحاك ضدك يا برج الجدي ولكن عم بتعود اليك الحق شوي شوي عم بتستعيد قوتك شوي شوي في انتصارات بطيئة صحيح ولكن عندك انتصارات على هدول الاشخاص عندك تعويضات في اماكن اخرى شايف سفر بامتياز سفر يعني عم بتفكر بسفر بشكل جدي للي لسه ما سافر من برج الجدي عم بيفكر وفعلا هاي الفترة عم بتكون في فرصة حلوة للسفر شايف في عندك ادكشن معين يمكن في عندك ادمان معين ممكن ادمان على حب شخص ممكن ادمان من اي نوع عم بتحاول تنهي هاي الفترة او ممكن يكون طاقة سلبية اللي هي سحر حسد عين ممكن تكون موجودة عندك اه فعم بشوفك اه يعني لسه ما بلجت يمكن انه تسترجفي منها او لسه ما جابت اه النتيجة المرادة المراد اه تبعك لسه ما حصلت اه عليه اه شايف في مشروع جديد مكتوب للنجاح حب جديد مكتوب له النجاح او رجوع حب قديم بشكل جديد برضو مكتوب له النجاح في عندك اكتر من نجاح هاي الفترة عن يعني على اكتر من صعيد على اكتر من من ناحية شايفي وفرة مالية كبيرة جدا وسعادة عاطفية يعني وفرة من الناحيتين من الناحية العاطفية ومن الناحية المادية شايفي الازواج من ابراج برج الجدي من بعد انفصال او من بعد برود من بعد عم بيرجعوا لبعض حتى الاحبة يعني مو شرط كمان بس المتزوجين عم بشوف الشريك يعني كان فيه امور بينك وبينه تدعو للخوف او تدعو شوي كان الشخص المقابل كان عم يستغلك نوعا ما عم بيحاول انه يستنزفك وما يقدم شي للعلاقة يعني انت كنت تقدم كتير الطرف الثاني ما عم يقدم كان كتير لكن عم تنعكس الامور شايفة شايفيته هذا الشخص شوي يعني مش ملعب يعني في عنده شوية حركات عشان هيك انت عم بتكون شوي حزين حتى مع الرجوع حتى مع تطور مع انك بتحبه كتير وهو بيحبك كتير لكن هاي الامور فيه لا ارادية يعني هو طبعه هيك مش مش عم بيخطلق الامور او هو لا اراديا هذا هذا طبعه هذا الشخص عم بتكون عنده علاقات عم بتكون عنده القراءات طبعا ممكن تكون عكسية العاطفية لما نحكي عن العاطفة عم بشوفك بتترك مكان اما مسكن بتروح لمسكن جديد او عمل عمل جديد اه شايفي هذا الموضوع رح يتم على نجاح شايفي عندك بعض الطاقات السلبية او بعض الاشخاص اللي كانوا قلتلك كانوا عم بيحيكوا اه خلينا نقول اه عم بيحكوا من وراك عم بيحيكوا مؤامرات اه ضدك شايفي فيه لهم نهاية قريبة جدا اه شايفي روحانياتك عم بتزيد معي الوقت عم بتحاول تنمي روحانياتك في هاي آآ الفترة وهذا افضل اشي بالنسبة اليك للا حتى تتخلص من هاي الطاقات السلبية او من هدول الاشخاص اه خلينا نفتح اكتر على العاطفة وهون كمان بينات الطاقات السلبية في طرف تالت عم بيحاول يعمل طاقات سلبية للكم بالنسبة للعلاقة العاطفية برضو الكرت الثاني نفس الشي احيانا عم بتحسوا حالكم حزينين اه بلا سبب نتيجة هاي الطاقات اللي قلنا عليها اه في طاقة ثلاثية عم تتلاشى مع الوقت عم بيكون عندك استشفاء وعم بتكون اه بكامل حيويتك على نهاية هاي الفترة اه واحد منكم عم بيقدم اعتزار عم بيقدم تنازلات عم بيقدم شغلة اه جدا رائعة للاخر القراءات ممكن تكون عكسية عشان هيك انا بقول يا انت هو اه عم يحصل عليك من بعد ما فقدك وعم تحصل عليه من بعد ما فقدك هذا اه الشخص رح يقدم لك اكتر من شغلة اه اكتر من اثبات اكتر من دليل انه هو تغير هذا الشخص اه وعم بشوف فيه امنية كبيرة حلوة من ناحية خلينا نقول العاطفة رح تتحقق اما عودة حبيب اما زواج من هذا الشخص اما شخص جديد اما يعني في اه في امنية عندك على الصعيد العاطفي رح تتحقق اه شايف في وفرة مالية رح تلحق هذا الارتباط او رح يكون عند الشريك وفرة ما انت وجهك رح يكون حلو عليه خلينا نقول بشكل اه عام اه شايف تلك الامور العاطفية كتير حلوة طيب في عنا تحذيرات او شي معين ممكن اه نحكيه اه شايف شوية بعد اه يعني رحانياتك عم بتقل هاي الفترة الفترة الماضية كانت شوي قليلة كان اهتمامك يمكن بالعمل اكتر بالعاطفة اكتر عم تبعد شوي عن الروحانيات اه عن قراءة يمكن القرآن عن الصلوات عن الاي شيء له علاقة بالروحانيات اه فبيقولك مثل متل التحذير لانه الكرت طلع يعني مقلوب اه كتحذير يعني بيقولك لا ارجع اقرب من ربنا وارجع قدم الصلوات والدعوات وكزا وارجع كمان استشفي من الامور اللي قلنا عنها. شوف عقلك الباطن هاي الفترة اه بشو عم بيكون معلق بتركيزك اكتر شي. اه شوف في تحديات كتير اه اه ولكن كل اياتها متل اه رح اه تحاول تلاقي لها حلول وخاصة في العلاقة العاطفية اه كل اياتها شوف قدش هي كتيرة الاختلافات بينك وبين الشريك اه ممكن اختلافات في اللغة في الدين في المكان ما بعرف. اه بالاعمار اه كل الفروقات اه شوي شوي رح تتقلص وشوي شوي ما رح تشوفها. شوف هي لونها اسود والباكراوند اسود. ما عم نشوفها اصلا. فعم بتحاول تعمل هذا الاشي. اه شايفيت لك هون انه الطاقة السلبية عم بتركز اكتر هاي الفترة على الاستشفاء منها وفعلا عم بتطاير اه يعني واحدة واحدة المشاعر السلبية او الطاقات السلبية رح تعمل لها ريليز هيك رح تطلقها من طاقتك وما رح تكون موجودة في الفترة القادمة. فشي خلو كتير. تركيزك رح يكون. نشوف كمان اه نصائح. او. بقول لك سر رخزي الاطفال. يعني خلص بكفي جمود. بكفي انه ما تعبر عن مشاعرك. انت شخص ما بتعبر ابدا عن مشاعرك. بتظلك كاتم جواتك. اه الظاهر عندك اه بتحاول من خوفك اه مش من خوفك اه من عدم امانك للاشخاص اه بتتحاول انه اه تخبي المشاعر اللي عندك اياها. فبيقول لك لا بلعك سرخ. سرخ مع سعادة علشان هاد الاشي يعني بفيدك انت اول واحد. اه بيطلع طاقات سلبية منك. اه خليك على طبيعتك. ما كتير تعيش دور اللي هو الانسان القوي كتير والرسمي واللي مش عارف ايش. وهذا احنا بنعرف برج الجدي يعني كتير بتمسك بيه بيقوته بيحاول يرسم اه شخصية صارمة جدا قدام الناس وكذا. بيقول لك لا ارجع ارجع عادي يعني الحياة اسهل من هيك واحلى من هيك بكتير. اه بيقول لك ارجع مثل الاطفال. شوف كمان نصيحة لبرش الجدي. اه حلو. اه بينصحك بانك تعطي اكتر. هو انت فعلا بتعطي من مالك صدقات ولكن بيقول لك ركز على الصدقات هاي الفترة اه اكتر يمكن عشان طاقات سلبية ويمكن عشان اسباب اخرى. المهم بيقول لك انه اه اه واساسا في قوانين الطاقة الكونية او في قانون الجذب انت لما تعطي اه هذا الاشي بيرتدلك باضعاف الاضعاف. يعني بالعكس الواحد بيعطي وبيتصدق وكذا. واساسا برج الجدي معروف انه اله بهذا الموضوع بالعطاء. فبس بنصحك بهذا الموضوع. حباي بيبرجة اشوفهم بالفيديو الجاي.